اشتركوا في القناة وكان بوتين نفسه بدء الغزو على اوكرانيا بوتين دع الجنود الاوكرانيين الى القاء السلاح وقال ان ما اسماه العملية العسكرية الخاصة تهدف الى نزع السلاح من اوكرانيا متهما كييف بعداء موسكو رشن عملية عسكرية تلبية لنداء المساعدة الذي وجه الينا وللتصدي لسياسة حلف النيتو العدائية حيال روسيا والتي تشكل اوكرانيا اداة لها ادعوكم الى القاء السلاح عندها ستتمكنون من مغادرة ارض المعركة من دون عاق لا اريد احتلال اوكرانيا بل نزع سلاحيا الى الذين قد يحاولون الوقوف في وجهنا عليهم ان يعرفوا ان رد روسيا سيكون فوريا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل مشاهدين اذا كيف بدأ الهجوم الروسي على اوكرانيا البداية كانت في اقليم دونباس الذي يضم مناطق لغانسك ودونيسك اعترف بوتين باستقلالهما مسؤولين اوكرانيون قالوا ان قوات من بلاروسيا انضمت للهجوم الروسي على الحدود الشمالية الا ان بلاروسيا تنفي ذلك الداخلية الاوكرانية قالت ان صواريخ كروز استهدفت مراكز قيادة الصواريخ العسكرية الاوكرانية ومقر قيادة الجيش في كييف بالاضافة الى عدة مطارات بالقرب من العاصمة الاوكرانية كما افدت تقاريره عن سماع دوي انفجارات في اوديسا هنا في هذه المنطقة في الجنوب وكذلك مدن خاركييف كراماتورسك دينيبرو وماريو بول في شرقي البلاد ايفانو فرانكيفسك ايضا كانت واحدة من الاهداف في غربي اوكرانيا بالاضافة الى مدن اخرى في الدولة الاوكرانية كييف اعلنت مقتلى حوالي اربعين شخصا جراء القصف الروسي الداخلية الاوكرانية نشرت هذه الصور وقالت انها تظهر تحطمة مروحية روسية اسقطها الجيش الاوكراني في نفس السياق قال الجيش الاوكراني انه قد قتل حوالي خمسين ما وصفهم بالمحتلين الروس بحسب وصفه واسقط ست طائرات روسية وفيما لم يتم التأكد من هذه التصريحات قالت روسيا انها لم تواجه مقاومة تذكر الكاميرات المراقبة الامنية لحرس الحدود الاوكراني التقطت ما وصفته بانه القيام بنقل معدات عسكرية من شبه جزيرة القرم تقول اوكرانيا انه قد تم ارسال بعض المعدات من شبه جزيرة القرم الى مواقع اخرى الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي ظهر وطالب شعبه بالصمود دعونا نستمع اليه اننا نوزع الاسلحة وسوف نسلمها للدفاع عن بلادنا لكل من يريد ولديه القدرة للدفاع عن سيادتنا مستقبل اوكرانيا منذ صباح الخميس واوكرانيا مشاهدين تواجه ثقلة وقوة الجيش الروسي الذي اطلق عملية غزو على جارته على عدة جبهات مقاتلات ومروحيات وصواريخ هالت على عدة مواقع دبابات ومدرعات عبرت الحدود من بلاروسيا شمالا وشبه جزيرة القرم جنوبا برفقة عشرات الالاف من الجنود الروس الان يقول المسؤولون الاوكرانيون ان قوات روسيا وصلت الى الضواحي الشمالية للعاصمة كييف فيما دعت هزارة الدفاع الاوكرانية الشعبة لمقاومة القوات الروسية السؤال الذي يشغل الجميع الان الى اي مدى يستطيع الجيش الاوكراني الصمود امام الزحف الروسي رغم احتدام القتال بين القوات الروسية والاوكرانية في عدة جبهات الا ان روسيا لا احد يختلف مشاهدين على تفوقها في الميزان العسكري على اوكرانيا في كافة النواحي من الافراد الى الاعليات الجيش الروسي قوامه اكثر من 900 الف جندي حاليا هناك اقل من الثلث يشاركون في عملية الغزو على اوكرانيا في المقابل الجيش الاوكراني لديه ما يزيد على 250 الف جندي فقط اما في سياق الدبابات فلدى موسكو اكثر من 13 الف دبابة ولدى كييف نحو الفي دبابة فقط بالنسبة للسلاح الجوية الروسي هناك تفوق واضح تمتلك روسيا اكثر من 1300 طائرة مقاتلة اما اوكرانيا لديها فقط نحو 146 طائرة مقاتلة كذلك تمتلك كييف 42 مروحية مقاتلة رقم ضئيل جدا بمقارنة بقرابة 500 لدى موسكو طبعا لدى روسيا ايضا صواريخ طويلة والمدى ودفاعات جوية من بين الاكثر تقدما في العالم لكن الميزة الرئيسية لموسكو هي قوة سلاحها الجوي وبحسب جاك واطليند من مركز روسي للأبحاث الامنية والدفاعية سيكون امام الجيش الاوكراني خيارات صعبة سوف يكتسبون تفوقا جويا بشكل سريع وبمجرد قيامهم بذلك يتوقف اكثر من 200 الف جندي اوكراني عن كونهم جيشا يمكنه المناورة واعادة التموضع للقتال في اي محور يتقدم الروس اليه ويصبح فقط مجموعة من الوحدات المستقلة التي ستكافح لاعادة تموضعها دون التعرض لهجوم جوي وهنا سيكون امام الاوكرانيين خيارات صعبة للغاية الولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول القليلة التي زاودت اوكرانيا بالاسلحة لكن غالبيتها هي صواريخ قصيرة المدى مضادة للدبابات وصواريخ ارض جو في ظن التفوق العسكري الروسي الواضح ونوعية الاسلحة المتوفرة للجيش الاوكراني يرى الكثيرون من المحللين العسكريين من بينهم بن باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية انه ربما الاستراتيجية الاوفر حظا ستكون الدفاع عن المدن الرئيسية خاصة العاصمة كييف مدينة كييف هدف مركزي اهميتها السياسية انها مقر الحكومة الاوكرانية ويجب ان تظهر روسيا وهي تستولي عليها وتطيح بالحكومة الاوكرانية وتوقف عمل مؤسستها من الصعب عليها تحقيق ذلك دون السيطرة على كييف لذلك اعتقد ان الدفاع عن كييف امر حيوي لموقف الكوات الاوكرانية